لكي تبني جيلاً ناجحاً وقوياً يجب الإعداد لقادة للمجتمع وهذه إحدى أولويات المشروع العربي في دورة أقامها لتدريب مجموعة منتقات من شباب قادة في مجتمعاتهم مزيد من التفاصيل نتابعونها في سياق هذا التقرير أن يكون حازماً في اتخاذ القرار العربي أن تكون أو لا تكون طبعاً أو تربية هنا كان الحديث عن القيادة ومن منطلق القائد يولد ولا يصنع كان للمشروع العربي باعاً في البحث عن مجموعة من القادة الشباب والناشئين في مدارس الرصافي التابعة لمؤسسة الخنجر ليكون هؤلاء نواة لمجاميع شبابية تقود المجتمع إلى بر الأمان فاليوم تناولنا أهم المواضيع التي تتعلق بهذا الموضوع والصفات القائد والفرق بين القائد والإداري وتناولنا عدة مواضيع وتناقشنا طبعاً بهذا الموضوع بصورة جيدة جداً واستفادينا من عدها هذا دافع بي أنا أنه أنا أريد أغير فتشي أنه أنا أريد أكون فتشي حتى هم أعضاء الرابطة أنا معيشهم كأنهم فتجزوا مهم بهذه المسيرة يعني مو بس أنه أنا أكون رئيس خلاص لا كل واحد فرد بهم مختصف فتشي مهم اللهفة تكاد تغطي جميع القادة الصغار اذ ترى فيهم حماساً وتنافساً على المشاركة بأفكارهم وآمالهم وجاءت المحاضرات لتثبيتهم على مسارهم بنصائح وتجارب في ميدان الحراك الشبابي لترى في عيونهم قادة جدد بعد غياب ريادة الشبابي لأكثر من عقد يحملون فكر ويحملون قضية وشعور بالمعاناة والمزوح في خارج مناطقهم ويتأملون في يوم الأيام أن يخدمون مناطقهم التي يخربت الطالب في الوقت الحاضر بحاجة إلى سقل شخصياتهم بحاجة إلى تهيئتهم لقيالة المجتمع في المستقبل المحاضرة كانت جميلة جداً رائعة جداً لا تخلوا من مناقشات ومن محاورات كانت بناءة استفاد منه الطلاب والطالبات مثقفون وفنانون ومدراء لمؤسسات حضروا الندوة وهم يراقبون عن كثب إماءات وتحركات من بانت ملامحهم منذ دخولنا إلى القاعة المشتعلة بكثرة السؤال والجواب كنقاش بناء أقود مجموعة الأول المتوسط أنه أنا أضمهم بتنظيم جيد وأخليهم أنه يكون صفنة أنه أحسن من الصفوف البقية أنه يكون منتظم الشباب هم بذرة المجتمع ومن أجل هذا جاء برنامج صنع القادة للنهوض بالمجتمع إلى الأفضل لقناة الفلوجة عبيد الشريف